بلال خلاص يا ربي خلاص خلاص يا ربي خلاص خلاص يا ربي خلاص نعم كم استمعت أولئتي العبارة أصبحت علامة مسجلة باسمي على ما أعتقد خلاص يا ربي خلاص حكينا لها شوية يعني كيفاش نسيت روحك وعلقت بتلك الطريقة لما أنسى روحي شكو قل لك نسيت روحي عبارة خرجت من القلب ونابعة من أعماقي قلبي لأنه كما أشرت في هذا الحديث قلت بأنه لما علق المعلق على نادي جزائر يمثل الجزائر والمنتخب الوطني يتحول إلى مناصر مع مراعاة بعض الحقاق اللي لازم يقولها أنا علقت على مباراة ممثل جنوبنا الكبيرة شبيبة الصورة نعم مع سبورتي بملعب 845 أمام نادي سبورتي نعم الإفواري نعم شبيبة الصورة كانت انهزمت في مباراة الدهاب بهدف مقابل سفر عليها أن تسجل هدف هنا على الأقل حتى تعدل النتيجة مباراة كانت من دون جمهور وفي وضح النهار هكذا في مباراة شبيبة الصورة خلتني نعيش معها بمشاعري لأنها كانت مسيطرة على كامل أطوارها محاولات متكررة في كل مرة على الجهة اليمنى واليسرى حارس الفريق الإفواري كان يرد الكورات القائمة العارضة ترد حكم المباراة لم يكن نزيها لأنه ألغى هدف فعلا هدف كان في وضعية تسلل ببداع سنتيمدرات ثم ألغى هدف لم يكن متسللا في الشوت الثاني استمر نفس السيناريو وشبيبة الصورة لم تعدل النتيجة بعد سجلت هدفا من وضعية صحيحة لم يحتسبها ضرم تحكيمي في اللحظات الأخيرة ركلة جزاء لمست يد وأنا أعلق لم يحتسبها حسبي هدف ركلة جزاء مجزارات حكيمية في سياق حديثي وشعرت بالإحباط وذلك الظهر والإستياء من حكم لم يحتسب هذا فن ولم يحتسب ركلة جزاء قلت خلاص هذا الحكم هكذا هذا الحكم لن يمنحنا حقنا لأننا حاولنا سجلنا ولم يحتسب ركلة جزاء لم يأتيقنت بأنه حقرنا جاء من أجل عدم السماح لنا بالمرور في ذلك السياق كنت أقول خلاص خلاص يا ربي من هذه المباراة المتعبة لأنه في ظل هذا كان القائم يرده العارضة وأنه بمشاعره سددها لعب شبيبة الصورة أعتقد بأنه حامية أو عمر ملال خلاص يا ربي خلاص ضربها بقوة دخلت دخلت في ضربت في العارضة ودخلت المخرج أعاد ولم يحتسب العبارة التي كنت أعلق بها عما سبق هي التي صاحبت تلك التسديدة التي دعبت قوية وفي غياب الجمهور لم يكن سخب جماهيري حتى لا تكون العيطة كما نقوله هنا بالعامية واضحة فخلاص يا ربي وكانت أبكي دخلت الكرة ولم يحتسب الهدف خلاص يا رب بهذه الطريقة عشت المباراة بمشاعري مع إقراري بأن خامات الصوتية زادت عن اللزوم نوع عن ما أنا كمعلق حاليا لا أتجاوز بخامات الصوتية مستوى حتى لا يتغير تتغير نبرة صوتي وتبقى نبرة صوتي في ذلك في تلك اللقطة جازت هي الوطنية اللي خلاص ما ليش جازت ومع الجمهور ما كاش وما كاش صاخب جماهيري كانت واضحة للجمهور الجمهور الآن العالم الميمز 30 ثانية تأخذها وهذا هو المستوى التالية وخلاص يا ربي خلاص ومعا الحمد لله خلاص يا ربي خلاص 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 يا ربي خلاص ومعا الحمد لله مازال هناك العديد لما نتحدث على هذه قتلك بأنها عفوية وبأنه سيرورة المباراة إلى غير ذلك ولم أندم عليها والله تلقيت وتهاني من إدارة شبيبة الصورة على صرخة الظلم وعلى الوطنية وعلى تسجيعهم وبإمكانكم أنهم تسألون الزرواطي الذي قال لي هل أرسلك التهنئة هل أقتل لا تهنين الأشياء الأمور الأمور ميمز وفيسبوك معليش شكرا على وقفتك ولكن تبقى ثلاثين تانية من ساعة ومتسعين دقيقة فقط ليس بذلك يمكن أن نحكم على مستوى أي معلق وهذه تحدث مع كبار المعلقين نعم ويعتدرون في بعض الأحيان ولكن ما عليش نحن نتماشى مما هو موجود في عالم ترجمة نانسي قنقر